إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد مع الأسف أصدقائي كنت قد سجلت صفقة تشيراء لليوروب باوند سجلتها مع الأسف دخول منطقة الدخولية المنطقة تلاحظون صفقة ضربت الهدف نحن اليوم 6 يناير 2021 يعني هاتي الآن الساعة قريبا الرابعة مثلا بتوقيت المغرب ولاحظوا كنت قد أخذت هاتي الصفقة اليوم 6 يناير 2021 على الساعة الواحدة والنصف مع الأسف سجلت الفيديو لكن لا أدري ما الذي وقع كان هناك ربما عطب يعني لم أحصل على هذا الفيديو وكما قلت كنت قد دخلت الصفقة من هذه المنطقة وستوب كان أسفل هذه المنطقة لأنه كان لاستوب هنا أسفل هذه المنطقة زائد واحد اي تي ار بيتلي أصبح استوب في هذه المنطقة وأخذت ريسك ريورد واحد فاصلة خمسة وكان الهدف هنا بالتالي تم ضربه الهدف وكنت قد شرحت لماذا دخلت في هذه الصفقة وأظن أنها كانت صفقة رائعة ومفيدة جدا لكم أصدقائي لذلك حتى ولو أنا لم تتجل مباشرة مع الأسف قلت لما لا أشرحها لكم وكما تلاحظون الصفقة حققت هدفها كما تلاحظون هنا إذن ولكن قبل ذلك أصدقائي بمعنى أننا سنحتاج إلى بعض الأشياء في هذه الصفقة خصوصا نمدي الشموع اليابانية أولا أدعوكم إلى الاشتراك في أو توجه إلى موقع ببرويفتريدر دوت كوم وتحميل كتاب دليل أساسي للشموع اليابانية فقط أضغط على إبداع الآن مجانا وتضع إيميلك الخاص هنا وأرسل لك الكتابة مجانا أصدقائي كذلك لازلت أنتظر بعض المجهود منكم أصدقائي قناة تليجرام الجديدة التي سوف نبدأ في وضع تحليلات أسبوعية الويكلي يعني اقتربنا من الهدف لازل من في قربة 120 سبسكرايبر لنصل إلى 500 لنبدأ في وضع التحليلات الأسبوعية لذلك أطلب منكم أن تشتركوا في هذه القناة إذن لنعود إلى الصفقة ولنحللها ونرى لماذا تدخلنا في هذه الصفقة وإذا طبقتم أعيدكم أصدقائي إذا طبقتم هذه التقنية أعيدكم أنكم ربما لن تخسروا صفقتكم في 80% إلى 90% من الحالة طيب ماذا فعلت؟ أولا ذهبت إلى فريم الأسبوعي طيب لنزل كل هذه الأشياء حتى نفهمتي هذه الصفقة ذهبت إلى فريم الأسبوعي وعندما نظرت إلى فريم الأسبوعي ماذا وجدت؟ لاحظوا الذي هذا الخط الأحمر هو موفين أفرج 50 الخط الأسود موفين أفرج 200 وهذا الخط الأسود هنا في هذا المؤشر هو الأفرج true range طيب الآن ماذا ألاحظوا؟ ألاحظوا أن السعر فوق المبنجات يعني أنني بنسبة لي سأبحث عن صفقات شراء كذلك لاحظوا ماذا لدي لدي هنا في هذه المنطقة هناك إعادة اختبار لهذه المنطقة لثلاث مرات لدي هنا جاء السعر هذه المرة الأولى ثم سعد ثم عادة المرة الثانية ثم سعد ثم عادة المرة الثالثة وبدأ يصعد وهنا بدأ يعطيني الـ Engulfing Pattern يعني هناك احتمال كبير يعني يصعد السعر جيد لحد الساعة سابحته يعني الشراء هنا سنتعلم تقنية الدمج الفريمات مع بعضها يعني نطاقات الزمنية طيب فريم اليومي ماذا كان لدي؟ ولاحظوا كذلك أنه في فريم اليومي كذلك لدي هذا التريند لاحظوا هذا التريند تم اختباره لنضعه من هذه المنطقة مثلا هكذا تم اختباره كذلك لثلاث مرات وهذا كذلك يعطيني يعني المرة الأولى جاء السعر ثم سعد ثم جاء مرة الثانية ثم سعد ثم جاء مرة الثالثة أوكي ثم سعد طيب جيد إذن تم اختباره لثلاث مرات هذا التريند لاين ولاحظوا أعطاني إنجال في الباترم كذلك إذن سابحته يعني في الدخول في الشراء جيد إذن فريم اليومي كذلك يعطيني والسعر فوق الموفينجات الموفينج 50 وموفينج 200 إذن السعر يعطيني أو الأوروباوند يعطيني فكرة أنني أستطيع الدخول فقط في فقط شراء بعد ذلك كنا في هذه المنطقة هنا عندما أردنا الدخول كنا في هذه المنطقة هنا أفوا يعني كنا فوق الموفينج يعني بعد هذه الشمعة السوداء أو الزرقة كنا فوق الموفينجات في فريم أربع ساعة يعني يقول لي بأنه يجب البحث عن الشراء فريم الساعة كذلك كنا فوق فوق الموفينج 200 وموفينج 50 يعني كنا دخلنا يعني فوق هذه المنطقة هنا بدأنا في البحث يعني الشراء في هذه المنطقة طيب يعني كنا في تلك المنطقة عندما قرنات دخول في صفقة الشراء بعد ذلك ذهبت إلى فريم الخمسة عشر دقيقة وفي فريم الخمسة عشر دقيقة لاحظت شيئا مهما ومهما جدا لاحظوا معي في فريم خمسة عشر دقيقة لاحظت هذا النموذج لاحظوا معي هذا النموذج هكذا في فريم خمسة عشر دقيقة لاحظت اختبار المرة الأولى ثم جاء الساعة للمرة الثانية ثم جاء الساعة للمرة الثالثة هنا وجدت أن هذا التريند لاين ثمت اعداد اختبار ثلاث مرات وعرفت عرفت بما أنه استعملت تقنية وايكوف كذلك عرفت أنه سيتم إخراجنا من السفقات من هذه المنطقة إخراج سطوبات من هذه المنطقة لاحظوا سيتم التلاعب بك إخراجك من السفقات إدخالك في سفقات بيئة من كان مشتريا سيتم إخراجه من السفقات ومن أرد البئ سيبيعه في هذه المنطقة وسيتم إخراجه لأن السطوب سيكون موضوعا في هذه المنطقة بالنسبة للذين كانوا كما قلت مشترون سيضعوا نصطب في هذه المنطقة يخراج لكم منها الصفقة إذن هنا سيتم التلعب هنا منطقة لكويدتي إذن ماذا قلت في نفسي قلت في هذه المنطقة إذا تم إعطائي إذا تم إعطائي شكل من نموذ من نماذي الشمع اليابانية سأدخل شراء لاحظوا واطن يأتي الشمع بالتالي دخلت فوقها مباشرة هنا دخلت في الصفقة هنا تقريبا عند السعر لنرى كم السعر تقريبا إذن دخول 090-36-8 090-36-8 تلاحظون هنا هذه المنطقة نضع خطا فوقها 090-36-8 تقريبا هنا في هذه المنطقة جيد إذن هذه كانت منطقة دخولي بدأنا من الفريمات الكبرى بعد ذلك توجهنا إلى الفريم اليومي والفريم الأربع ساعات ثم بعد ذلك في الفريم الخمسة عشر دقيقة وجدنا منطقة قد يتم التلعب فيها تلعب بسطوبات ثم هناك قررنا الدخول أين وضعنا سطوب حتى لا يتم التلعب بوقف خسرتنا هنا سنضع سطوب أسفل هذه البنية ولكن زائد 1 ATR وفي تلك اللحظة كان الATR 8 بيبسات 8 بيبسات إذن سأضيف 8 بيبسات إلى هذه المنطقة إذن سأقوم بإضافة 8 بيبسات إلى هذه المنطقة هكذا زائد بيبسين سبريد لاحظوا في اليوروبا كان لدينا بيبسين سبريد هنا لاحظوا إذن حتى في الوقت الذي قلت بدخل في الصفقة كان بيبسين سبريد إذن 10 بيبسات أسفل تلك المنطقة التي وضعت فيها الخط الأحمر إذن تقريبا يعني هنا يعني 0.90 عشرة جيد إذن هنا هذا هو وقف الخسارة الهدف سيكون 1.5 risk reward يعني 1.5 risk reward لنرى هكذا ثم هكذا إذن منطقة الربح هي هاتي المنطقة لاحظوا وتم ضربه الهدف وهاتي المنطقة إذا استعملنا التحليل الموجي لاحظوا إذا استعملنا التحليل الموجي ماذا لدينا؟ لدينا موجة دافعة ولدينا هذا التصحيح وهذا التصحيح يسمى expanding flat وهناك 90% يصعد السعر ليعطينا 127 في بناتش extension ولاحظوا معي هل تم لمس الـ 127 في بناتش extension؟ مباشرة تم لمس الـ 127 في بناتش extension وخرجنا من الصفقة لاحظوا وهذا هو 127 إذن هذا كانت منطقته هدفي مباشرة إذن كل الأدلة تقول لي بأنني يجب أن أبحث عن الشراء وكل الأدلة تقول لي أخرج من الصفقة عند الـ 127 لأنها تعطيك risk reward 1.5 وتلك الـ 1.5 هي مرادفة لـ 127 في بناتش extension وهي منطقة لاحظوا هذه المنطقة كيف هي في هذه المنطقة؟ تلاحظون بالتالي قد يرتد من السعر قد يرتد من السعر لذلك خرجت من الصفقة في تلك المنطقة بربح 1.5 risk reward كما تلاحظون تلاحظون؟ إذن هذه تقنية قوية جدا إذا استعملتها يا صديقي يعني أظن أنه في 98% من الحالات ستربح وماذا استعملنا في هذه التقنية؟ استعملنا التحليل الموجي استعملنا التلعب يعني الطريقة التي يستعملها الأبناء في التداول استعملنا كذلك الإعداد الاختبار لـ 3 مرات فوق الموفي نافرش 50 أو الإغلاق فوق الموفي نافرش 50 يستعملنا كذلك أن يكون السعر فوق الموفي نافرش 50 يعني مجموعة من التقنيات جمعنا كلها في صفقة واحدة التي أعطتنا احتمالية نجاح أكثر من 80 إلى 90% تلاحظون؟ إذن الحمد لله كانت صفقة رائعة لذلك من أراد أن يصبح متدولا محترفا فنحن سنقوم بدورة تدريبية في هذا الصدد في هذا النوع من التقنيات التي نجمع فيها مجموعة من التقنيات وهذه تطلب مجموعة كبيرا من المتلقي لأننا سنعطيكم مجموعة كبيرة من المعلومات إذن إن أردت أن تبقى متداولا مبتدئا ابقى متداولا مبتدئا أنت حر ولكن أردت أن تصبح محترفا وتتداول بهذه الطريقة اتصل بي صديقك عبر الواتساب مباشرة سأجوبك مباشرة سأضع لك الواتساب هنا في الفيديو وسأضعه كذلك في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة هذه هي صفقتنا إن أعجبتكم قوموا بضغط على زر الإعجاب بقوة أصدقائية ساعدونا على تصبحات القناة أفضل قناة في التداول في العالم العربي كذلك قبل أن أنسى هذه الاستراتيجيات أستعملها في سوق الفوريكس لأنه أصعب سوق وإذا نجحت في سوق الفوريكس الذي يتم فيه التلعب ستنجح أكيد في سوق الأسهم ستنجح في سوق المؤشرات ستنجح في أي سوق لذلك هناك بعض أخوال هنا يسألوني هل هذه الاستراتيجية تنجح في أسواق وخرى نعم تنجح فقط يجب عليك أن تتعلمها بالطريقة الصحيحة وتطبقها بالطريقة الصحيحة هنا ينتهي فيديو اليوم كان معكم موسى من قناة العلم عرف الكذب أتمنى لكم يوما طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته